راجعوا ربيع الأبرار للزمخ شريء المجلد الرابع الصفحة الثالثة عشرة يروي عن الشعبي أو الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج إذن دولة قمعية دولة ديكتاتورية لأن الحجاج كان عادل أم ظالم كان ظالما بالاتفاق سيف الحجاج كان سيف الدم والإرهاب والبطش يقول الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج يعني آثارها في القمع والبطش والإرهاب والترهيب أكثر من سيف الحجاج كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج ولما جيء بالهرمزان لاحظوا جيء بالهرمزان يعني جيء به أسيرا مخفورا ولما جيء بالهرمزان ملك خوزستان أسيرا إلى عمر لم يزل الموكل به هذا الذي وكل بأن يتولى أمر هذا الأسير لم يزل يقتفي أثر عمر حتى عثر عليه بالمسجد نائما متوسدا درته مر متوسدا حجر مر متوسدا برنسه مر متوسدا شنو درته ذاتها وهذا الاضطراب في نقل القصة هو بحد ذاته أمارة على أن القضية منحولة بالأصل ومكذوبة فلما رآه الهرمزان قال هذا والله الملك الهنيئ أو هذا والله الملك الهنيئ عدلت فأمنت فنمت الرواية في أصلها أين في طبقات ابن سعد تتوقف عند حد هذا والله الملك الهنيئ أو هذا والله الملك الهنيئ فمن أين جاءت هذه الزيادة بعد قرون عدلت فأمنت فنمت والله إني الكلام للهرمزان خدمت أربعة من ملوكنا الأكاسرة أصحاب التيجان فما هبت أحدا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة هذه زيادة جاءت بعد قرون بلا سند من رواها الزمخشري الزمخشري متى توفي سنة خمسمائة وثمانية وثلاثين يعني هو من رجال القرن السادس ابن هذا ابن نويري متى توفي توفي سنة سبعمائة وثلاثة وثلاثين إذن هو من رجال القرن الثامن صاحب التذكرة الحمدونية متى توفي سنة ستمائة وثمانية ستمائة وثمانية يعني القرن السابع في حين ابن سعد متى توفي توفي سنة مائتين وثلاثين يعني القرن الثالث فصاحب الرواية في القرن الثالث تتوقف روايته عند حد هذا والله الملك الهنيئ يجيك بعدين في القرن السابع الثامن يأتيك من يقول لا هناك زيادة في الرواية إذن هذه الزيادة موضوعة الزيادة موضوعة وفي كل الأحوال لا يمكن الاعتماد عليها أنها شهادة من الهرمزان بعدل عمر بن الخطى ترجمة نانسي قنقر